فنقول قصة الأمل هو العلم بقرب الرحيل العلم بقرب الرحيل وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط يعني قريبا منه خطا آخر وخط خطا ثالثا بعيدا عنه وقال الأول هذا الإنسان وقال الخط القريب منه هذا يعني أجله والخط البعيد هذا أمله فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب يعني هو عنده أمل أنه يعيش ولكن الأجل يعني سوف ينتهي قبل يعني ذلك قال علي رضي الله عنه ارتحت الآخرة مقبلة وارتحت الدنيا مدبرة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا يعني في ناس لا أهم لها إلا الدنيا أهم حاجة عنده أنه يتفسح ويصيف والرصيد يكثر ويتمتع بالدنيا بقدر طاقته وسطعاته ولا يخطر الموت على باله ولا الأخرة يعني على خياله فهو مجغول ومجغوف بالدنيا طوال الوقت لم يعمل للأخرة أي حساب كل أعماله للدنيا نقول يعني هذا بخلاف يعني من هو يعني كل لحظة مستعدة للأخرة وكل عمل وكل تصرف هل هذا ينجي في الأخرة أو لا فالأول يعني قد يطلق بصره وقد يطلق لسانه يعني قد يتساهل فيه المكسب من حلال أو من حرام ولكن الذي يعني الأخرة دائما على باله فكل عمل لابد يعني أن ينظر هل هذا ينجيه في الأخرة أو أنه يبقه ويهلكه فيقول علي رضي الله عنه ارتعت الآخرة مقبلة وارتعت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم ينعمل ولا حساب والأخرة حساب ولا عمل وهناك حديث يعني في الصحيح يعني هو أصل في قصر الأمل حيث ابن عمر في المخاري في اكتاب الرقاق قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فالمنكب هو الكتف وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني خليك في الدنيا زي الغريب يعني في الدنيا أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا ما في أهماء ابن عمر رضي الله عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء لا تظن أنك سوف تعيش المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك في بعض الوايات فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا هل تظل أحمد ومحمد وعلي أم يقال وسلتم الميت كفنتم الميت دفنتم الميت فكأنه قد تغير يعني اسمه فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا فهذا الحديث أصل فيه يعني قصة الأمل فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ومن خلال ابن عمر ينصح الأمة كلها كن في الدنيا كأنك غريب والغريب كما قال الحسن لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها له شأن وللناس شأن واحد وصل الأرض يعني هو ليس من أهل هذه الأرض ولا ينوي الإقامة فيها فهو غريب لا يفرح إذا فرح الناس ولا يحذر إذا حزن الناس بل له يعني شأنه يكون في الدنيا كأنك غريب فالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها مش هيبني بقى القصور والدور في دار الوربة ولكن يعني ليس له هم إلا العودة إلى موطنه وإلى بلده والمؤمنون من الجنة وإلى الجنة المؤمن أسس من الجنة والله عز وجل يوم أخرج آدم من الجنة وعده بالعودة إليها هو صالح ذريته نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي أو المنزل هو الجنة والحبيب الأول هو الله عز وجل فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فالمؤمن ليس له هم إلا الجنة كيف يصل إلى الجنة وكيف يحصل أعلى درجات في الجنة ولذلك لما قال أحد الصحابة للنفس السلام يعني إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال ما تقول قال أسأل الله الجنة وعوذوا به من النار قال حوله من دندن يعني ليس المؤمن هم إلا طلب الجنة ودخول الجنة لأن الجنة ينبغي أن تكون هي هم المؤمن كيف يصل إلى الجنة فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه والنار مثل ذلك وقال عز وجل فمن زحزح النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عن الجنة ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم فالفوز بالجنة هو الفوز الكبير هو الفوز العظيم فلذلك المؤمن لا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا هو يرجو به الوصول إلى جنة الله عز وجل المؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون بل هو يطلب أعلى درجات الجنة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن سأل يطلب أعلى درجات في الجنة والله عز وجل غني يعني كريم ولكن هذا الطمع في جنة الله عز وجل وفي رحمة الله عز وجل ينبغي أن يكون مصحوبا بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل كما سأل أحد الصحابة الكرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني أدعو لك بشيء قال أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعيني على نفسك بكثرة السجود يعني إذا أردت درجة العالية وأن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فأعيني على نفسك بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة فنقول المؤمن ليس له هم إلى دخول جنة الله عز وجل ولما سأل أحد الصحابة الكرام فقد دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يصره الله عليه يعني استحسن نفسه السلام هذا السؤال أنا أسأل مهم جدا يعني الإنسان يعرف ما يقربه إلى الجنة فيفعله وما يبعده عن النار فيفعله ويسأل ما يبعده عن الجنة فلا يفعله وما يقربون النار فلا يفعله فهكذا المؤمن ينبغي أن يكون يعني همه الجنة ورجوع إلى جنة الله عز وجل فإنها من هزلنا الأولى زي ما قال ابن القيم وفيها المخيم ولكن أنا سبي العدو هو إبليس العين لأن الأدم نزل بمعصيته فهو يعني كأن الذرية في سبي العدو وهو إبليس فهل نرى نعود إلى أوطاننا يعني جنة الله عز وجل ونسلم لما خلق الله عز وجل الجنة قال لها تكلمي قد قد أفلح المؤمنون وحف الله عز وجل الجنة يعني العقبات ومكروهات وحف النار بالشهوات فإنسان كلما وجد ما يخالف هو النفس يعلم أنه في طريق الجنة وكلما وجد الشهوات ومتى هو النفس فيعلم أن هذه من علامات يعني القرب من النار فهذه الحالة الأولى التي أنبغي عليها إن بل أن يكون عليها المؤمن وهو أن يكون في الدنيا كأنه غريب أما الحالة الثانية وهو عبر سبيل واحد ماشي في الطريق ومر على مكان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة قال يعني جلس فطت القيلولة شدة الحر في ظل الشجرة ثم راح وتركها مش تحت الشجرة هيبني بيت ولا هيتزوج ويقيم تحت الشجرة لا ده هو في الطريق فالعابر السبيل ليس له أهم إلى قطع المسافات إلا قطع المسافات حتى يصل إلى موطنه فكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل